شاكده ما تتغشب اي زول بيقرة في قرآن. ولا يكون زول على الصراط المستقيم. كويس? قال غاير عيونه. وجبهته قال مثل ركبة المعزة. ده جبهته. مزلطة من الصلاة. شفتها? والله ده يجي بلدنا ده هنا اووو. ده يطلع اكبر ولا صالح. قولك ده? الليل مبنوم يا اخ. قايم الليل كله. كويس? بعد قال مشمر الازار. ازارك صير كمان. اها. قال كس اللحية. لحيته كبيرة. شف شكل زي ده. ده شكل بتاع تغوى صح? المظاهر البر دي كله. كمزهر. مو يده مزهر بتاع زول تغي? عيونه. مساهرة بالليل. اه? جبهته جبهة صلاة. لحيته ما شاء الله على السنة. ازارك صير ما شاء الله. ده اتا كان شفت تقول يا زول ده مولانا زاته. بعد ده مجرم حاقد. قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل. كويس? النبي صلى الله عليه وسلم ما كتله. قال يخرج من ضئضئ هذا. في ناس حيجوا وراء على شاكل الده. يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم. صلعين صلجت. وصيامه مع صيامهم. قال يمركون من الدين. ليه? قال يقتلون اهل الاسلام. ويدعون اهل الاوثان. ده الفكر الليلة المعاصر. اللي عندنا بتدمناء الفرقة اللي سمى داعش. والفرقة اللي سمى جبهة النصرى. والفرقة اللي سمى تنظيم القائدة. وكل هذه الفرقة التلاتة اللي احدثت فتنة في القرن الحديث. او في الايام المعاصرة دي. كلها خرجت من جماعة الاخوان المسلمين. خرجت من كتاب سيد قطب اللي اسمه معالم في الطريق. وكتاب سيد قطب اللي اسمه العدالة الاجتماعية. وكتاب سيد قطب اللي اسمه الظلالة القرآن. شفت? الكتب يا دي كلها قاعدة هنا. شفت الكلام ده كيف? الفكر ده ده اول فكر ظهر في الاسلام. اول فكر منحرف. والنبي صلى الله سلم قال ده ليخرجون. كل ما خرج قرن قطع. الخوارج ما بيتمكنوا. عشان كده تلقاهم بس بيبدو لهم دويلات. يبدو شوية كده بتكسروا. ما بيقدروا يتمكنوا. يبدو حبة كده ينشأوا. يتقطعوا طوالة. ليه? النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما نبت قرن قطع. ما بيستمروا. ولا بيستولوا. التعارف دي ما بيرضوا بحكومة كله كله. تلقاهم بنبزوا في اي حكومة. يا اخي الان الحكومة السعودية. مع تطبيقه للدين. وتبني للمنهج الصحيح. ونشر للتوحيد. والفضيلة. ومحاربة للرزيلة. واعلان للجهاد. ضد الكفار من الحوثيين. وغيرهم. ومن المرتزقة. وكلهم. مع الدين الفيادة كله. الان عندهم السعودية كافرة. والملك بتاعها ده سلمان كافر. ويكفروا في المنابر. احنا جنبنا في الخارطون في الشجرة. واحد امام جمعة في المنبر فوق. قال لهم الحاكم ده كافر. سعود سعودي كافر. والسودان بتاعهم ده كافر. كلهم قال كفار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون اهل الاسلام. ليه بيقتلوهم? لانه كفرهم. شوف الزولة بيقتلك. يستحلى دمك. في الغالب كفرك. في الغالب كفرك. لانه ده مش بيقتلك. عشان اه اه شيء. لده بيقتلك لانه بيعتبرك انت ما طبقت الشريعة. وعندهم الحاكم بس بيفهم لك. ايه بيفهمه غلط. يقول لك اولاكم يا الله فلاكم الكافرون. عندكم هنا قاعدين من الاسم من السل الشباب ديال. انا قبل فترة انا قاش تولد هنا ده. لافي بيجاي وعامل فاسلة فيه. وبيدقنوا كده لافي. ويلاقي في الشباب. وتعالوا واحضروا معنا. وجايبين مدسن احمد اسماعيل ده تكفير يا زول. جايبين عبد الحيوسي برضو معاو. فيمتا? جايبين محمد عبد الكريم القاري ده برضو. كلهم ديل دعاة للفكر التكفيري. كلهم. فيمتا كلامي? المنهج ده. ده بد زمان ديل انت عارف بعد العهد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. سكتوا فترة. دو في عهد عثمان ابن عفان. قالوا عثمان ابن عفان كفر. وقالوا عندنا مطالب رفعوها. زي النزام اللي بيعملها السادة. مطالب. قالوا ستاشر مطلب. رافعنا. انت عملت يا عثمان. وعملت 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 وحنقتلك. عثمان ابن عفان مرق عليهم. ووعظهم ونصحهم. تكلم معهم بفوق الدار. حاوتوا داروا كده كلها. وقالوا لو نحنا حنقتلك. يا ناس تقتلوا المزوية اتنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيقتلوه. شفتا كيف? دخلوا على عثمان رضي الله عنه مجموعة شرزمة من المجرمين. وقتلوا شراء ختله. اول ما قتلوا شو ما الخوارد المجار ما كيف? اول ما قتلوا. طوالي دخلوا في الجيش بتاع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لانه علي بن ابي طالب معروف الخليفة بعد عثمان. وهو امير المؤمنين. دخلوا في الجيش بتاعه واحتموا به. وزعموا انهم من انصار علي بن ابي طالب. اول ما جاء علي بن ابي طالب. ووقعت قصة التحكيم. كويس? طوالي مرقوا علي علي بن ابي طالب وقل ليت زاتك كفرته. كفروا علي بن ابي طالب ايضا. ومشنوا نزلوا في حتة زمة حروراء. وعلي بن ابي طالب قال شوف مما ناقبه رضي الله عنه ارضاه. قال انا ما ببدأ بالقتال. لكن هم حيبدو. تعرف بدو كيف? عندهم دين دين ذاته قطعنه من راسهم. دخلوا البستان. حيط. بستان يعني حديقة. بتاعت واحد من اهل الزمة. قاموا ليقوا اليوم سمرة واقعة في الواطة. واحد يتناوله دار ياكله. كويس? التاني شالة من خشمه جدعه قال لي كيف? تاكل سمرة لاهل الكتاب. اه? من غير ما تستاذى منهم. عامل فيه ورع عند ورع يعني. كويس? ماشوا قدام. ليقوا خنزير لأهل الزمة. خنزير. لأهل الزمة. واحد كتنا الخنزير. قاموا عليه وقال له لابده مش تدفع له حق الخنزير ده. ده قالوا له حدثنا حديثا سمعته او سمعته عن ابيك عن رسول الله. ايوه. طبعا وفيه معرفون ديلا الخوارج. والخوارج لو لقوك كافر ما بيسألوه. يعني قلت له ايه? والله انا ما اندية لغة بدين. هادا صليبي. بيقول لك امش ما بيسألوه. قصة النظام الشغالين بيجي جماعة ديل. لابحارب امريكا ولا بيفتقمشوا ياخزوا اسرائيل ولا اي حاجة. شغالين بيكتل في المسلمين يقول لك ده الكفروا. طيب خلي الكفر راستا. في نات كافرين من والدهم. اه? او مما نشأوا ولقوا ابواتهم طلعوا كفار معاهم. امش كتل دلك كده. ديوا له عبدالله ابن خباب. قالوا له. حديثني حديث. قال لهم سمعته النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ستكون فتنة. فكن عبدالله المقتول ولا تكن القاتل. قال لهم شوف الحديث ذاته كأنه فيه اشارة لهم. انه انا عارفكم بتكتلوني. كويس? كأنه فيه اشارة زي دي. وانا رضيانكم عبدالله المقتول ما كنا القاتل. قاموا لم فيه كتلوه. ومرتوا معاو بقر بطنة شارط بطنة. وطلعوا جنينة من جوة. وجدعوا جنب البحر حتى قال سال دمه كشراك النعل داخل البحر. قتلوا ولا الصحابي. اول ما قتلوا على ابن ابي طالب. قال لهم من قتله? والرونيل قتلوا منه. قالوا كلنا قتله. قتلنا تشت نحن. فاعلن عليهم الحرب واستعصلهم كلهم. ما فضل منهم إلا بقايا بسيطة جدا. لما فيهم الحجاج. بعدين الحجاج لمن جاء بعد زمن. طبعا الحجاج داك ربنا سلطوا. دا كتل كويسين وكعبين. كتل صحابة ذاتهم. اول ما جعل اهل العراق قالوا خطب بهم كما ذكر في التاريخ. طلع المنبر خطب بهم. قال لهم يا اهل العراق. لمن طلع المنبر ملسم. شوف شوف ذات الخطبة كيف. ملسم لاف في الناف وشه. قال يا اهل العراق يا اهل النفاق. لقد ارسلني اليكم امير المؤمنين بصوتيني. بصوت عذاب وصوت رحمة. اما صوت الرحمة فقد ضاع مني في الطريق. بعد دا عذاب بس ما عندكم اي حاجة تانية. نجم العراق دي. وآز الناس ازاء. وكان من شرخ الكلة. باجماع العلماء. دا تكتل باقي الخوارج. الخوارج ديل. قاعدين الليلة دي. وفي اي بلد. انت ما ما تقول لي يا اخي. والله انا لا قاعد واحد. وسألته قلت لها انت من الخوارج. قال لي لا لا انا ما من الخوارج. وما كده. القضية فكر. زول حامل الفكر ده من الخوارج. تسألوا سؤالين بس موضوعين. السؤال الاول دار تكتشف اي واحد خارجي ولا ما خارجي. السؤال لو رايك شنو في حكام المسلمين الليلة ديل. البشير حاكمنا. حاكم السودان. احنا عندنا ده مسلم. وعنده علينا بيعة. وسمع وطاعة. حاكم مسلم. قل لي انت رايك فيه شنو. عنده عليك بيعة ولا ما عنده عليك. ده السؤال نمرة واحد. في متى? السؤال نمرة اتنين. تقول له لو اعترفت معي انه الحاكم ده مسلم. لكن بتقول له ظالم. كويس? يلا بجوز نخرج عليه نعمل ثورة ولا ما بجوز? لو قلت بجوز نخرج عليه نجلب الحكومة ونجيب حاكم جديد وهو مسلم الحاكم ده ما كافر اعرف انه ده من الخوارج. دلالهم بتركز في نقطتين. تكفير المسلم بمسألة الحاكمية. بكفروا الحكام بقضية الحاكمية. اتنين بيستبيحوا الخروج على الحاكم المسلم. والاتنين دل. انت بتعرفين الانسان اذا كان من اهل السنة. ازول على السنة المستقيم. اول حاجة ما بكفر الحاكم فقط بترك الحكم. انما الا يجحت شريعة الله سبحانه وتعالى. او كان ظالما. يصبر عليه. ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح. وبالخير. كويس? دزول على الاستقامة. دي اخواننا اول فركة انتشرت وظهرت في الاسلام هي فرقة الخوارج. وصية القحطان بالله قولوا كل ما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان.